أي أن كان خلافك مع النظام ده ومؤيديه وإعلامه لكن لازم تعترف أنه بيتميز عن المعارضة بالعزيمة والإصرار والاتحاد على هدف واحد الكفتة مهما اختلفوا وفرقتهم الأماكن والظروف الكفتة بتجمعهم على شواية واحدة الرئيس يرسم خط أحمر في ليبيا ويدق إصاجات الحرب ويخمس بكم طيارة على الممر ويدعم حفتر الله عليك يا أسد الرئيس يمسح الخط الأحمر ويحلق لحفتر ويدعم الحكومة الشرعية الله على إخلاصك في لم الشامل يا رئيس الرئيس يقطع قطر لتدعم الإرهاب الله عليك أذكر الرئيس يصالح قطر الشقيقة يا سلام عليك يا بو قلب أبيض يا مجمع الأشقاء الرئيس يقول إحنا فقر قوي عندك حق رئيس الرئيس يصرف مليارات على الفناكيش الله ينور مصر تقدر يا رئيس الرئيس يرفع صباعه ويهدد ويرسم خط أحمر على سد النهضة أيوة كده كبير اتقي شر الحليم إذا غضب أفروماسيسي الرئيس بعدها بقى أقل من أسبوع ينزل صباعه ويحطه في جيبه ويتكلم تاني أو عاشر عن المفاوضات ويا إثيوبيا شقيقة وكله بالخناء إلا المية بالاتفاق الله على حكمتك ورزنتك يا حكيم العرب الإخلاص لفكرة إن مفيش فكرة أصلا والتمسك بمبدأ إن مفيش مبدأ أساسا والإصرار على الكفتة لحد آخر سيخ كل دي قيم جميلة جدا إحنا حقيقي مفتقدينها في حال وزارة التعليم تدريس الكتابة الهيروغليفية بداية من الصف الرابع الابتدائي لزيادة وعي الطلاب بالحضارة المصرية القديمة فده خلى الناس عايزة برضو تعرف طيب اللغة الهيروغليفية ليه ما نبقاش بندرسها في المناهج وبالتالي خارجت أصوات النهاردة بتطالب بتعلم الكتابة الهيروغليفية في المناهج لزيادة الوعي بالحضارة المصرية القديمة دي خطوة علمية وسقافية مميزة وتأخرت كتير الحقيقة خصوصا ان العيال عندنا في المدارس عندهم فراغ من قلة المواد وسهولة المناهج والوافرة في المدارسين اللي هم مكافين وزيادة المواد الأساسية لدرجة ان هم اللي بيعملوا زحمة في الفصول بمعدل اتنين مدرس لكل طالب ومحدش يتفزلك ويقولهم مملاحقين على لغات العصر انجليز وفرنساوي عشان نخرم دماغ العيال بشوية رموز ورسومات فكهها شامبليون اللي مفيش دليل انه ما كانش مصطبح هو بيفكر مزه وبيشتغلنا اساسا الهيروغليفية زيها زي الانجليزي وبتفتح مجالات عمل في دول طيبة مول الشقيقة اللي فيها ناقص في الخرجين اللي بيعرفوا لغتها وبعدين ده مشروع اقتصادي كمان يعني تخيل كده المدارس وهو بيشرح للعيال الكتابة الهيروغليفي عملي ويقوم داخل عليهم ببطة ولا وزة وفي اخر الحصة يتبحوها ويتبخوها ويوزعوها على العيال اهو نشغل الكانتين اللي محدش بيقرب له ده شوفوا جماعة اصلكم هتدرسوها هتدرسوها قضي الامر خلاص احنا تعودنا ان الاعلام والحكومة بياخدوا اي كلبة يتفها السيسي ويحولوها القرار ما بالك بقى باثنين وعشرين مالك ومالكة مشو اتمختاروا قدامهم في الموكب وبعدين دي لغة بسيطة وخفيفة وطريقة تدرسها مفيش اسهل منه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المصريين اكلوا بندق مستورد بمية ثلاثة وعشرين مليون جنيه في شهر واحد المصريين معدل استهلاكهم بيزيد بارقام مرعبة ومش مقدرين للحالة الاقتصادية ولا مجهودات الحكومة في ترشيد الاستهلاك والنفقات عموما وبعدين ايه البندق ده احلى من لب الابيض مثلا ده هو عبارة عن لبايا سوري بس مقالوزة شوية وقشرتها انشا في سيكا مش امله يعني مية ثلاثة وعشرين مليون جنيه في الشهر يا ظلمة يا مبزرين ياللي النعمة قربت تزول من قدامكم يعني المواطن وكله بندق في الشهر بجنه ربع تقريبا اللي هو بندقتين واحدة كبيرة واحدة صغيرة طب ما تاكلوا كبيرة ماشي وهاتوا الصغيرة عشان مصر كنت هتوفروا بندق قد ايه على ميزانية الدول وبعدين ده بيوجع السنان أصلا والموضوع لو تساب كده وما تحطلوش حل ممكن يتطور وتسوقوا فيها بقى وتشتروا كالصارك بندق بقى والوضع يخرج عن السيطرة الناقض الفني طريق الشناوي غير راضي عن وقف مسلسل الملك أحمس رضوخ لقوات السوشال ميديا يعني فيه رضوخ لقوة وسطوة الشهر يتزامن بقى مع كلام الناقض الكبير الهادي الرصين ده اللي هو في نفس الوقت كلام عبيض برضو يعني حاملة بقى تحول فيها نجوم الفن في مصر لليجان إلكترونية بينشروا بوستات كوبيو بيست مرسلة من جهاز غير معلوم الهوية مو زيانة بهاشتاج نتفرج وبعدين نحكم اللي هو المعادل الموضوعي اللي واجع البطن ولا كب الطبيخ يعني مع شوية قلة أدب على الناس من أبطال المسلسل وصحابهم على مراجع المسلسل اللي وصف منتقد المسلسل على فيسبوك بالجهلة والمعلم أيمن بهجة أمر قال لك نخلي بتوع الفيسبوك بقى يتمرع علينا واللي هم أساسا ناسين إن دورهم الوطن الأساسي الأول والأخير كشوية مشخصتية هو تسليئة الجمهور زيهم زي اللب والسوداني بالزبط يعني وناسين كمان إن بتوع الفيسبوك دول اللي هم دلوقتي بقوا أغلب الشعب تقريبا واللي هم بيشتغلوا عشانهم أساسا وهم اللي عملهم نجوم وكذا فأنا مش عارف إن ما كنتش تسمع وتحترم الجمهور ورأيه هتحترم مين؟ آه طبعا حظابت اللي مشغل بمناسبة حظابت بقى فأنتو زياطين والله وجايبينها في السوشال ميديا يا إما جاهل يا إما زياط وجبنك العادة لأن ببساطة حظابت هو صاحب الشركة المنتجة للمسلسل وهو صاحب القنوات اللي هتعرضها وهو صاحب شركة التوزيع اللي هتوزعه جوه وبر ده هو صاحب المنصة اللي على النت اللي واخد المسلسل حصري منصة واتشيت اللي هو أنا أنتكت مسلسل وروحت عرضه علي أنا برضه راح المسلسل ما دخلش دماغي فروحت مهاجبني فكبلت في دماغي بقى إزاي واحد زي يهاجبني رحت وقفتني من العرض بقى عشان ما أعملش كده تاني الليلة كلها إن بضاعتهم اللي يومين دول الموكب والحضارة والتاريخ وليلة تصرف عليها مليارات يا جماعة هم بس مش عاوزين يبقوا ما اتحكت السوشال ميديا بإفهات وكوميكس طباعة تركراميته أما بقى بالنسبة لكلام وش الأفص الناقد الفني طريق الشناوي خصوصا لما جاب سيريت أحمد زكي يعني أنت إزاي ناقد ومش عارف الفرق بين إنك تضيف تفاصيل وأحداث وجمل وتشغل خيالك الدرامي بالشكل اللي ما يضرش بالسياق الحدوطة الأصلية التاريخي وبين إنك تخرب في التاريخ نفسه وفي السوابت اللي ما ينفعش يتلعب فيها يعني ما ينفعش تعمل فيلم عن نيلسون مندلة مثلا وتجيبه واحدة بيضاني وعينيه زرق يمثله ولا تعمل مسلسل عن هتلر وتطلعه من غير شنا أحمد زكي لما عمل السادات ما طلعوش عامل ساكسوكا وبيلعب كاندي كراش ولما عمل طه حسين ما طلعوش بيشوف مثلا يا بورم مجلس الشيوخ يوافق على منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الوقف الخيري انتظروا قريبا افتتاح كبري الخير وفندق التقوى في العالمين ودي بقى نتيجة طبعية لعملية التزاوج بين مجلس التعامل للمطاريد اسمه شيوخ بقى زيز الزيت والكراتين والورقة ممي مع وزارة ماشية بالحب كده وخد يا عم الشيخ مختار شكرت فلوس الناس دي اعمل فيها ما بدلك بلا شرع يمنع كده أصلا بلا جهاز مركزي بلا ارقابة إدارية بلا وجع الدماغ ده كله احنا شيوخ في قلب بعضينا يعني هم قرروا وهما مش جهة اتخاذ قرار أصلا ان هم يدوا فلوس وقف اللي هي حق للمتبرع يصرفها مطرح ما يقول هو واعتبروها فلوس أبوهم ويدوها الواحد من طبلاتي وعلي شبهات أساسا يالله امتك بقى عم مختار التبرعات والزكاة دي كلها كانت رايحة لسندوق تحية مصر أصلا وفي ناس كانت نادرة تديها للسيسي في ايدو يعمل بيها كام كوبريكر مش هنوصيك بقى السيسي إلقت على الماياه في 25 يناير وهي كانت المدخل لمشكلة صد النهضة وعرفت ان هيبقى عندنا مشكلة كبيرة أنا بقى بتابع الرأي العام والمواقع التواصل وشايف يمكن شكل من أشكال القلق وبصراحة القلق بتاعكم له يعني مستحق ومشروع يعني أول تفتكروا انه لا لا أيها تقلقه وأنا معك وقلق هدولك انتبتكالي وقاء طبعا مش بلدي وأنتم مش ناسي وأنا مسؤول عنك وقدام ربنا وقدامكم لا طبعا ولكن هقول الحالة طب يا طرى كل واحد الآن على المياه حريص على المياه طبعا لما أقلقت على المياه من امتى تفتكروا من امتى أقلقت على المياه من 2011 من امتى من 2011 أول ما بيتش أرتاح ولا أقدر التمن من 2011 التحديدا من 25 يناير عرفت ان احنا هبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي انا بقول كده لكم عشان انت جزء مش جزء انت شريك أصيل فيه مواجهة التحدي لأن اللي حصل في 2011 ده كان هو المدخل للتحدي اللي أنا بكلم عنه ده آه طبعا ودي صورة حصرية اتسربت ل 25 يناير لما اتسحبت وركبت قطر ستة لتلت وزوغت من وزير الري ورئيس الوزراء وخلعت من البرلمان وراحت مضت وأقرت بحق أسيوبيا في بناء السد ووفقت عمياني على كل الاشتراطات الهندسية اللي عملتها أسيوبيا لدرجة ان وزير الري الأسبق قال انها اللي هي 25 يناير يعني مضت على الوثيقة بتاعت إعلان المبادئ وما كانش فيه أساسا حجم ساعة وارتفاع الخزان ودي بقى صورة حصرية برضو 25 يناير وهي بتهرتل وتستعبط وتستخف دمها بكل برود في قضية تمسي حياة مصر وأمنها القوم وبتحلف رئيس وزراء أسيوبيا وتجبره يقول والله والله 25 يناير هي السبب عموما عزيزي المشاهد عشان تعرف بس ان الراجل ده بيكذب زي ما بتنفس أو على أقل تقدير مدير مخابرات فاشل وكان نايم على ودنه أو عامل نفسه نايم بمزاجه وما افتكرش يشعر بالقلق غير في 25 يناير أضيف لي معلومتك بقى ان في 2001 أسيوبيا أعلنت نيتها عن بناء السد في 2010 والبيئة في منصيبه في المخابرات أسيوبيا عملت اتفاق عن تيبي مع خمس دول من حوض النيل قبل الثورة بست شهور كانوا عملوا مسح الموقع السد وفي نوفمبر 2010 كانت خلصت التصميم لحد ما بدأت تبنيه في 2011 كخطة مقررة قبل ما حد يعرف ان فيه ثورة هتحصل في مصر أصلا وفي وسط كل ده بقى وحتى أيام مرسي مصر ما وقعتش على ورقة واحدة الأسيوبيا لحد ما اتذكر جيه وكان أول رئيس مصري يمضو اتفاقية مع أسيوبيا بعد 25 يناير باربع سني السيسي أسيوبيا أشققنا والاتفاق والتعاون أفضل من تكلفة المواجهة انتم تابعين طبعا التطورات ورد الفعل بتاعه وحد يقولك برضو رئيس هتقولنا أشققنا أيها طبعا أشققنا ومالو برضو رد الفعل بتاع أشققنا وتعنتهم وفرض أمر واقع يا جماعة يا جماعة لازم نكون بنتعلم من التحديات والمشاكل اللي احنا على الأقل عصرناها وشوفنا حجم التكلفة اللي بتترتب على أي مواجهة أرجو ان احنا كلنا مش احنا في مصر احنا في المنطقة هو انتم مشوفتوش مواجهة زي 62 و 67 عملت ايه وتكلفتها على ايه مشوفتوش مواجهة زي اللي حصلت من أشققنا في العراق عملت ايه وغيره وغيره وبالتالي التعاون والاتفاق أفضل كتير من أي حاجة ده وعلى كل حال احنا منستقين مع أشققنا في السوداء على الإجراءات وإحنا نتحرك معه وإحنا بنعلن ونأكد للعالم عدالة القضية بتاعتنا وفي إطار القانون الدول وبقول للأشقق في أسجيا بلاش ان احنا نصل لمرحلة انك انت تمس نقطة مية من مصر لان الخيارات كلها مفتوحة الخيارات كلها مفتوحة أنا استقافتني قوي جملة الخيارات مفتوحة دي يستنت ونصتكوا في الخيار الأخضر هتفتح الخيارات يعني نوين تخليلوه وكمان ده عبق إضافي على الجيش وتشتيت للجهود مش معقول هيعملوا كل حاجة يعني وبعدين رئيس انتصبعك مجزوع ولا إيه فالح بس ترفع لنا إنزيم الوطنية وروح المعارك عند مؤيدينك اللي صدقوا فتحة صدرك وخليتهم مستنين يشوفوك داخل عليهم باب أحمد في شوال وكل واحد شتم اللي بيقول ده فانجاري بق وكله تقمص روح عمري يوسف بس من غير ده واللي سحب سيفه واللي حط السنجة جنبه وحضنها ونام وفي الآخر تقول لنا إحنا أشقاء بس مقبوص واخد على خطري وإحنا مش قدي تكلفة الحرب بس هنمرمطهم في المحاكم اللي بيحلفوا كده بدول آه ريس بمناسبة إن إحنا مش قدي تكلفة الحرب فيه واحد كده كان بينفي الكلام ده وبيشخط وبيقوله إحنا قده وقدود إبقى أشوفه كده يمكن عنده حل لن أسمح أبدا إن إحنا نهد بلدنا ومضيحها كده وحد يتصور إنه هو لا والله لو الأمر نزل حخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر وأنا بكلمكم عشان تبقى عارفين يعني هوقف ونبقى بدولة مصبوط يسيب مكان يومشي من هنا ويبقى أي حد تاني يتولى البلد ديت يضيحها يخربها زي ما إحنا شايفين كده لا إذا كنا إحنا مقتنعين وأنا بكلم بمنتهى الجدية والحزب في الموضوع الموضوع ده لن أسمح به وأنا جابنا معدات هندسية تكفي إن أنا أنزل على القرى دي وأبيد وأشيل كل الكلام ده بالموادات الهندسية السيسي لوسائل الإعلام من فضلكم طلعوا خطاب رئيس الوزراء الأثيوبي لما كان عندنا أنا كلامي ما تغيرش يعني ما كلامنا ما قلناش كلام وبعدين ترجعنا عنه وأنا برضو بقول كده للإعلام من فضلكم الخطاب بتاع رئيس الوزراء وهو عندنا قولوا للناس طلعوا للناس مش هو الكلام طيب تلعب أنا ما غيرتش كلامي ما غيرتش كلامي في إن إحنا نحترم التنمية عندهم عشان يحسنوا من أحوال شعبهم بس في إطار إن هذا الأمر لا يمس مصالح مصر الماء ده كلام ما تغيرش وأنا قلته في كل أوقات من قبل ودلوقتي وبعد جدا بس رأي السبك منهم دي عالم عين ما في مية البطيخ ومش بعيد يكونوا عمل الأثيوبي عندنا تطلع دي يا رياس شهادة لله وقولت حق بقولها في وشك يعني وفي ظهرك أنت عملت اللي عليك وزيادة معاه هنا في القاهرة والكلام والتصريحات المتبادلة في التفاوض كانت دارسة في الدبلوماسية وشغل السياسة المزبوطة لم يخرش مي أنت موقفك أقوى سيسي ومصر عمرها ما هتنسلك حرصك عليها وعلى مصلحتها وأمنها القومي السيسي نهر النيل من عند ربنا واللي عملوا ربنا مش هيغيروا البشر وعايز أقول لك على حاجة أنا لمست خلال السنين اللي فاتت أن فيه عند أشيقان في أسيوبيا شكل من أشكال يعني الشعور بيعني بعدم الراحة لأن الماء دي بتروح مصر كده أنا بتكلم على مين على الرأي عام لأ طب ليه إحنا كلنا مع بعض وفي الآخر ده ده موضوع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعمله وهو اللي عمله واللي نزل الماء هناك ربنا واللي خلاها تيجي هنا مصر ربنا ما إحنا لو كانت الأرض مش مرتفعة عندنا ما كان شيئا تحاج لكن هي جاية لما صار ربنا سبحانه وتعالى ما حدده واللي عمله ربنا مش هيغيره البشر ثاني عندما تجدوا نفسكم يا شعب مصر كلما تدقي اشتغل أكتر ابني أكتر عمر أكتر وما جمعه الله لا يفرقه إنسان إيه ده لا مش دي أنا سمعتها دي فرح واحد صاحبي مسيحي باين الأسيس قاله له باين وهو بيعمله الإكليل كده بقى نقدر نقول لقد نفدت صلاحية تبريئة العين واللعب بالحواجب ورفعة الصبع ونفدت معها صلاحية المفاوضات والسياسة والوسطات أنت الآن على نظام الدرواشة ومصر محفوظة ومذكورة في القرآن وشنطة النيل فيها كتاب دي وربنا ما يرضاش بالظلم وعامة اللي بيخاصم بيخاصم ربنا واللي بيحلف كده بيروح النار جدير بالذكر بقى إن اللي بيتشحت في ده أنقذ مصر من تجار الدين اللي لو كانوا قالوا الكلمتين دول والناس على أعصابها وحبس أنفسها كان أحمد موسى ولميسي الحديدي طلعوله ملطة على الهواء يقولوله مش وقت الدرواشة دلوقتي وانت مش هتعمل لنا فيها شيخ يا عم مش قد الشيلة ما تشيلش بس التجارة بالدين ومصر اللي ربنا بيحبها وبيحفظها دونل عن سكان الكرة الأرضية لما بتطلع من البيادة بتبقى ريحتها مسك أما عن حتة كل ما تتدايق اشتغل دي هو الراجل قصد يقول لكم أنا مش عاوسكم تشيله هم بكرة مش يمكن بكرة ربنا يخدكم من وشي واخلص من زنكم آه خليكم زي كده عامل مصيبة وأعصابي في تلاجة عادي اتدايق اشتغل أكتر تعتش اشتغل أكتر تتداين وتتخنق وتصبف مصلحتك اشتغل أكتر لو عملت كل ده ولسه متدايق اخبط دماغك في الحيط بقى وملكش داعه بي لحسن والله بك واحدة أخبار تحديد الناس لإيه أو أقعكوا على وشكو خبير مستحضرات تجميل لليوم السابع دهن الوقر؟ لا معلش اسمعها من الملكة بذات نفسها لو اخذها يعني احنا مش هنشتري سمك في مي بس ماشي طالما الرجل خبير يبقى هنسدقه المثل بيقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب والرجل واضح ان دهن البقر عمل معاه شغلة عالية هو بس يا جماعة ماشي زيت الخروع مقدور عليه دكتور بس ليه دهن البقر؟ احنا بنقعد بالشهور ما بنكلش لحمة أساسا نقوم دهنين بدهنها شعرنا؟ يعني احنا كل السنين دي كنا بنستخدم الدهن غلط ونحطه في الحوابشي وهو أساسا للشعر؟ بص احنا عموما مش عاوزين الدهن هنسيبهو لكم انت دونا البقرة كلها واحنا هنتصرف معها المهم بقى المعلومة دي كتبتها الملكة في مذكراتها ولا برضية تم العصور عليها ترجع لعصر الملك شبراويشي الأول عموما احنا بنذكركم على المعلومات دي مع انها جيت متأخر قوي ده احنا كنا بنشم جاز لما تعمينا يا اخي كتر خيركم بس انا مش متفائل يعني الحاجات دي بتتنظر والحسد مذكور في القرآن اهو الولي قاعدت 3000 سنة مستورة في تابوتها زمانها انضربت عند الوقتي كل السنين اللي قضتها في العناية بسعرها راح يتهضر هو اسبوعين وتلاقيه واقع جنبها ممكن تطب سكتة من الصدم ايه ده ما يطبت سكتة فعلا جننتونا مهبيش بصوا حتى ايه رافع اصبعها بتحسبن عليكم انا ما جبتش حاجة من عندي المهم دلوقتي محتاجين حد يأكد لنا معلومة ان بشرة نيفرتيتي نعمل حد دلوقتي عشان كانت بترش رشتين الصبح من سبري عرق الوطويت حد يأمل لنا على الخبر ده بجد ولا شع حزب النور مستعدون للتضحية بارواحنا دفاعا عن نهر النيل قلبه اساء هو طبعا بصرف النظر عن الحزب نفسه ودوره في الحياة السياسية في مصر اللي هو مش عارف الحقيقة هو حاجة كده زي النيش في الشقة منطقة غمضة كده محرمة حزب يعتبر قائم على اساس ديني اللي هو الدستور بيمنعه وفي نفس الوقت النظام سايبه عادي وفي نفس الوقت برضو بيهبدوا كل صفر وصفر يطلع من عينيهم وحلق لهم خالص هو اعلامه بس هم اعتمادهم على الارضية الشعبية بقى اللي هي مفيش برضو يعني الانظام طريقهم ولا شعب بلاعهم بس برضو محدش يقدر يزايد على وطنية حد جنسيته مصر هم ناس اصحاب مبدأ ومستعدين للتضحية بارواحهم فداء للنيل رغم انهم باعوا وخانوا اللي قال الكلام ده نفسه لما كان رئيس عموما يا جماعة احنا نسيبهم يروح يضحوا بارواحهم بس يبقى حد يبعت وراهم مخبر ولا امين شرطة حد لحسن ابي احمد لو وعدهم بكرسي جنب الخزان هيقفشوا فيه وممكن يدوروا الضربة فيه نحن دول كانهم قاعدين شوية في ربعة ويطلعوا على المنصة يقولوا خطب عن الشرعية وهم بعتين مندوبهم عند السيسي يجاهزوا مع بايان الانقلاب على مرسي نفسه دول ما يتسبوش لوحدهم خالص هزب دي حلاب كده رئيس الجمعية الرفقة بالحيوان تجيب عن سؤال اين ذهبت كلاب الشوارع اصطدناهم وعقمناهم نظرا لأهمية حدث نقل المميوات لاخراج الحفل بشكل حضاري ان بعض الظن اسمه واحنا اللي ظلمنا بتوع الحواوشي والكبده ده عشان بس اللي بيشكك في جدوى واهمية حدث موكب نقل المميوات اهورانا الجانب الانساني اللي ما كناش شايفينه في الحكومة اللي المخرج حصرها في ادوار الشر والجباية والصب في المصلحة وبيرد على المتصيدين اللي كانوا بيتهموا الحكومة انها بتسم الكلاب اساسا اهم خدوهم حموهم وعقموهم وشربوهم اللبن ونيموهم في سريرهم او ومحدش يقول ما عملوش كده غير عشان الكلاب ما تعكرش صفه الاحتفالي وتخلي منظرنا وحش قدام السفرة والمدعوين للحفل احنا اتفقنا ان مصر بتفرح وبتتغير للاحسن ان شاء الله بقى دي تكون خطوة لانشاء جمعيات للرفقة بالانسان نفسه بقى المشردين واطفال الشوارع اللي كانوا في نفس طريق الموكب بس دول بتعرفوا تتواصلوا معاهم وتشخطوا فيهم ويمشي يضمن هنا وبقى ارجع بعد ما المولد ينفض معلش مش لازم نستنى موكب جديد عملوهم المعاملة اللي عملتوها للكلاب وتبقى لفتة كريمة منكو الصراحة احمد موسى مصر دفع الثمن الفوضى التي وقعت في عام 2011 هو لم يتصور او الميت من يوم متصورين انه هاجف يوم الاقي اسيوبي تتحكم فيها ازاي يعمل اليو في انهي تاريخ وفي انهي زمن ومع اي قائد ما احنا بنشيل بنشيل دلوقتي بنشيل خراب 2011 ايوان بقولها المكانش هيحصل والله والله مكان هيحصل وانا كانت تجرؤ اسيوبي تعمل كده لولا الفوضى اللي حصلت في مصر قدين عملين نصوت من ساعتها ما عملوش لقى قبل 2011 ما عملوش في التسعينات وهم جايين لما كانوا يفكروا او السبعنات لكن اختار التوقيت البلد مشغولة الناس عمالة تخرب وعمالة تولع وعمالة ضمر يلا نعمل فرصة مصر دلوقتي مشغولة بمشاكلها الداخلية وعندها اسقاط للبلد شايفين ما هو ده النتيجة النهاردة دي نتيجة احنا بنسحها دلوقتي اللي انت كونه بتدور هو ايه اللي حصل قل انت ايه اللي عملته اصلا انت ايه اللي عملته انت ايه اللي حصل عملت ده وراح باني هو السد الوقت مش وقت السريخ وحزق دلوقتي موسى ووفر شحن البطارية واستغل امكانياتك التكنولوجية في السرسعة وروح عند السد حزق لك حزقتين يحرقولك كم مولد هناك مصر محتاجة لجهود الروبوتات اولادها لا تبكي على اللبن المدلوق يا والدي نفوق بس من الحواردة ونبقى نرجع على رواقة نحاسب كل اللي تسببه في الازمة دي شواءة الخونة اللي في التحرير اللي قسموا نفسهم مجموعتين واحدة تتظاهر والتاني خطفة المجلس العسكري اللي مبارك سلموا حكم البلد ومعهم اتذكر مدير المخابرات الحربية وقتها وحطتهم في خرابة وشغلت الجيش العظيم ده اللي حامى السورة وحامى البلد واللي حكمها فعليا وما كانش عاوز يسيب الحكمة اساسا وسحلوهم بقى غصب عنهم في تجارة لبن اطفال وقاعات الافراح والمناسبات وكحة العيد ومشاريع الخضار والمخلل والجنبري مقصوف الرقبة وخلته ينسى دوره في حماية الحدود وينسى اصلا ان اسيوبيا بدأت تحط حجر الاساس في 2010 اصلا واخرة المتمة يبعثوا مندوبهم من الصوار الخوانة في جنح الظلام يمضي ويعترف لأول مرة في تاريخنا بعد ما عزبناهم سنين بقى حقيتهم في بون السد منها لله الصورة يا شيخ بس على اي حال مدام فيه اتفاق بينك ومن سيادة الرئيس على ان 25 يناير هي السبب فتاهة والاناها احنا نلغي 25 يناير ونرجع كل شيء لوضعه ونجيب الشخص الوحيد اللي يقدر يتعامل مع اسيوبيا ويوقف عند حده جمال مبارك اليوم السابع 36 قتيلا في حادث خروج قطار عن القطبان في تايوان يأتيكم هذا الخبر بعد ايام قليلة من كرسة قطار سهاج برعاية خالد لمونة استاذ ورئيس قسم النعكشة والبحث بملقاط عن اي حادث عارض وطارق يكون شبيه بكرسة في مصر عنوانها الفشل والتأصير عشان يمارس هويته كمنديل توالد النظام بيمسح بيه وسخته وبيبرر بيه فشل وإهماله بس هو يمكن اليوم السابع فاتتهم معلومة هتعجبهم وتعجب الحاجة بوكامل وزير النقلة او صراحة ان بعد الحادث مباشرة اللي هو خطأ تقني نادر الحدوث مش قطرين لبسه في بعض وفيه اطرات يعني تقترب سبل الراحة والامان جواهم من الطيرات اللي حصل للأسف ان وزير النقلة عندهم استقال حضرتك وقال انا متحمل المسئولي لا قال سواء والعمل مزلقان ولا مقاتل ومهربش من ميدان المعركة ولا ميدان عبدين ولا كل البزر ميدة وزير طاري مدني كده مع جباكشا مولان مش مقاتل زي الحاجة بوكامل خريك فرنية عسكرية وكان بيحارب الهكسوس في الجبال الورى محطة سيد جابر خالد الجندي الفراعنة ليسوا كفار وكان منهم اولياء لله عاربا لو انت مسكت ولادنا الشباب اللي طالع دول الله دي مصحة معظمهم ما يعرفش اي اسم من اسماء ملوك عزماءنا من المصريين القدماء ما يعرفش اي حاجة من ملوكنا ولا عن فرعنة تصور حضرتك لحد لحد الى يومنا هذا البعض المتصور ان كلمة فرعنة يعني كفرة والله والله تخلق كلمة فرعونية يعني الكفر الفرعنة يعني الكفرة مع ان الفرعنة اللي كان كفر فيه هو فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعونة يقتموا ايمانه واتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ما شافش بقى الرجل المؤمن يعني عاوز اولي بالمناسبة صورة دي اسمها صورة غافر وتسمع ايضا صورة المؤمن تسمع صورة المؤمن وهي من الصورة المكية من الحواميم صورة غافر وجات خطبة كبيرة جدا في الصورة لهذا الرجل المؤمن فانا ايزعاني جدا ان حد يقولك على اجدادك من فرعنة وبتشنج يعني بدايا حد يقولك ايه ده الفرعنة ده الكفار يا ادن الفرعنة زينا دلوقتي زينا دلوقتي زينا في واقعنا المعاصر احنا في واقعنا المعاصر فينا مؤمنين وفينا كفار فينا مؤمنين وفينا غير مؤمنين اي عصر لا يخلو من وجود يا دكتور رمضان من وجود مؤمنين وغير مؤمنين يعني الرجل المؤمن قال فرعنة ده ما جاش زيه في الاسلام القرآن افرد له صفحتين الله يسترك افرد له خطبة طويلة ولا اوشه ظهر بيشرح وكل شواء قرآن يشهد له بالإيمان وقال الذي آمن فستذكرون ما أقول لكم وقال لي كانت عقدت صافية خالصة لله وبعدين لما يقول لك وقال رجل المؤمن من آل فرعون يكتبوا إيمانا يعني فيه غيره كتير الأمر التاني سيدها آسيا امرأة فرعون سيدة قساء العالمين عميرها ببناتها امرأة مش دي من الأسرة الفرعونية حضرتك طب خذ التالت بقى السحرة اقولك يا سحرات وسجدين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون وتعذبوا عذب شديد ورغم كده لم يتخلوا عن إيمانهم خذ الرابع مشطة ابنة فرعون الحديث في البيهقي وغيره النبي بيقول ليلة أسر مرت بيرة رائحة رائحة طيبة جدا قالوا دي مشطة ابنة فرعون فتخيل حضرتك تاريخك المجيد وغير كده بقى تنظيمتهم الإدارية وتنظيمتهم السياسية وعلومهم الفلكية وعلومهم الهندسية والعدالة الاجتماعية والحكم والأرجال اللي سابوها والأسر يا رجل دا إحنا الفرعنا دول لم يتركوا واحد منهم لم يترك أسر ولا شليه كل اللي سابوه معابد وقبور معابد وقبور معابد وقبور يعني هشوف نفسه اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر غريح هو أنا يعني لا يشغلني في هذا الحديث المطول الشيق الثري اللي مالوش عازة ده غير إني أعرف إيه تحديدا الوضع الخطير والأزمة اللي بتلوح في الأفق والحاجة الملحة اللي مخلية الشيخ كنتاكي مضطر يطبل لملوك حكم وماته من خشر تلاف سنة يعني هو الموكب عدى والحفلة خلصت والمعزيم اتعشه وروحه والملكة تي لمت شعرها وعملته كحكة ونامت في متحفها الجديد خلاص إيه بقى النفع اللي هيعود على الأمة في إصرارك على إنك تحكين عنهم كانوا مؤمنين ولا كفر وبعدين ليه الإصرار على الجهل والتدليس ما قلنا أصلا مفيش حاجة اسمها فرعنة فرعون ده لقب الملك والباقي الناس عايشين في حضارة مصرية بقالها ألاف السنين ايه الدافع من الاسكريبت اللي جاء لك يخليك تختصر سبعة تلاف سنة في فرعون واحد بتاع سيدنا موسى اللي هو كافر ووحش واللي حواليه هم اللي حلوي ثم إن الراجل اللي كتم إيمانه ده معناها إيه يا مدلس غير إنه مخبي إيمانه عن الكفار اللي حاوليه عشان ما يتئزيش يعني هو كان المؤمن اللي فيهم حتى قال لك سورة غافر تسمت سورة المؤمن الوحيد يعني بتستدلوا بحاجة بتهد حجتكم من الأساس ايه النافع من كل ده غير مزيد من إشاعة الشوفينية والعنتظة الفرغة الغير مبررة وغصب الناس على هوية معينة ما بتعبرش عنهم دلوقتي عشان تخدروهم وتنسوهم إنه هم مطخلين في البلد دي وبعدين إحنا مال ده تاريخ بتدرسوه وبتحكو عنه عتريس وعبدوا الشمس والأمر والنيل والقطط والملوك ولو كانت السجارة كيلوباترا الفرط دي على أيامهم كانوا عبدوها إحنا مالنا يعني إيه مشكلتكم مش فاهم يعني إنت رمسيس التاني وعدك بمقبرة هدية لو طبلتلو خلاص يا جماعة مصر كلها كانت مؤمنة وموحدة بالله وبيطلعوا رحلات عمره وحج كل سن مرضى شيخ أحمس لحظة واحدة كده إنت تقصد إيه بإن هم ما سابوش أسور وسابوا معابد وأبور بس مالهم الناس اللي بيبنوا أسور رأسية يعني هما يعني بيبنوها عشانهم ده عشان مصر إحدى بطلات مسلسل الملك أحمس لو كنا بنعمل وثائقي كنا هنجوز أحمس لأخته أو ممكن نجوزه هنومة عادي دي نموذج لفنانين مصر يا جماعة وقوتها النعمة الثقافية والفنية اللي هو بتعسفنا بقى عشان نندم على خطيئتنا أو عقابة ليكم على وقف المسلسل حبيت أقول لكم علومة إننا مرضناش نجرح مشاعركه وما خلناهوش تجاوز أخته طب ما يتجاوز أخته ولا يتجاوز أمه حتى لو ده حصل هو أنتم طلعينه ما تجاوز ماير بنت خالته يعني بعد ما خلصت كليتها عشان ترضونا ولا إيه هو اعتراض الناس كان على كتب كتابه على أخته ولا على مالك المفروض إنه أسمره من الجنوب وبيعمل وشه بالفتلة فاللي يقوم بدوره واحد أشقر وعينيه خضر واستخسر يروح للحلاء حتى وكل كوم والهكسوسية الشقرة اللي شعرها سود ضرباء أكسوجين ده كوم تاني وده تاريخيا مش مزبوط لأن الأكسوجين تم اكتشافه على إيد اللسطة أشرف خريستوبوليس صاحب كوافر المقص الدهبي في العصر الروماني أصلا كيف هيكم تشويه للتاريخ بقى أحمد موسى الإخوان منحوا أثيوبيا فرصة بناء السد والسيسي كان يدرك الأمر بصفة مدير المخابرات الحربية الرئيس يرجعنا عشر سنين إنه إلي إمتى؟ 2014 النهاردة قالك 2011 وتحديداً 25 يناير فالوقتها الرئيس مدير المخابرات الحربية بذلك الوقت شايف الصورة اللي قدامه شايف الصورة بالمناسبة الرئيس لم يتحدث عن هذا الأمر النهاردة اتكلم عليه في 14 و 15 و 16 أنا بكلمك بالتواريخ ورجعه اكتب كده هتلاقي الرئيس تتكلم عليه بيقوله نهاردة من 2014 بيقوله الخطر إيه اللي حصل في البلد إيه السبب اللي إحنا فيه إيه اللي وصلنا لده دي الحقيقة فيه بعض خلي بالحضراتكم اللي اتعرضت لي مصر في 2011 كان هو السيد الرئيس اللي قال المدخل وقال أنت الوضع عندك حصل إيه الناس بتعمل إيه استغلوا الوضع يلا تعالوا نعمل ابني اشتغل يلا كم مع السلام مبارح دكتور نصر علام قال لنا معلومة مهمة إنه الدكتور أصام شرف كان ورئيسة للوزراء في نوفمبر 11 أنا بنسب الكلام ليه الدكتور محمد نصر علام قال إنه يعني واضح إنهم ما هي للأسف في الوقت ده في الوقت ده تقريبا كان هشام أنديل وزير رئي تقريبا عشان بعد كده اللي قواني راحوا جايبونه جايبينه رئيس وزراء ادوا المجال لإيه السيوبي إنها تعمل إيه أزاه كده انكشفت خيوط المؤامرة بقى إنها الخيانة والعمالة في أوضح صورها ومش هنقول بقى تسبب في كده غلط بحسن نية أو وقع زي البقف من غير ما ياخد باله ويشربوه حاجة صفرة وخلوه يمضي على اتفاقية لا دي عمالة متكملة الأركان لازم يتحاسب المسؤول عنها بداية من الرئيس اللي كان ده رأيه في الموضوع هذا النخيل الذي يروى بماء النيل إن نقصت مياهه قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل دماؤنا هي البديل كانت مفاوضة السادة النهوة ده وانا شايف ان المصريين الموضوع ده قليقهم أول وانا عزبوه هو صحيح المياه حياة أموت فيش كلام بس احنا بنتحامل مع الموضوع دي زي ما اتفقنا معهم مع أشقائنا الأسيوين من الأول احنا قلنا ان احنا بنتفهم ان هم هم عايزين يعيشوا زي ما احنا عايزين يعيش واحنا نساهم في كده ونقبل كده وكمان هم أكدوا لنا والتأكيد هنا مش لازم يتكرر كل شوية احنا فيه تفاوض بنا بين بعض عشان نحقق المصلحة المشتركة بنا لكن انا بجد ان احنا المصريين يعني قلقانين من الموضوع ده قوي انا معاكم في القلق ده لكن عايز اقول لكم اطمئنوا الامور ماشية بشكل بشكل جيد وبشكل مطمئن ده كده الرئيس وقتها اول اضلاع المؤمر يبقى فضلنا بقى الخاين التاني وهو قائد الحرس الجمهوري اللي كان مسؤول عن اذاعة اجتماع مغلق للقوة الوطنية دعاهم مرسي لمناقشة ازمة السد قامل برينس زاعوا على الهوى بتعليمات من الجيش وقتها عشان الجيش نفسه ما كانش راضي عن تحركات القوى السياسية في افريقيا اصلا في زياراتهم بالوفود الشعبية لدول حوض النيل مين بقى يا عم الروبوت قائد الحرس الجمهوري اللي عمل الكارسة دي ايوة هو محمد زكي اللي تكافئ بعد الانقلاب وبقى وزير دفاع دلوقتي نيجي بقى لاخر ضلع من اضلاع المؤامرة والخيانة الاخوانية المرسوية وزير الدفاع بقى اللي كان بيسعر بالقلق في 2011 مع انه كان مدير المخابرات الحربية اللي المفروض مفيش ناملة بتتحرك على الحدود اللي لو بيبقى رصدها وزير الدفاع بقى في وقت حكم الاخوان اعتاخد لو مش امك يبقى عبد الفتاح السيسي يالله موسى بقى واحنا وراك انا قدمتلك اسماء الخوانة شوف بقى مين اللي حي يرزق فيهم وطالب باعتقاله بتهمة الخيانة العظمى لحظة واحدة كرة ومرسي كان يقصد ايه لما تكلم عن النخل كان قلبه حاسس وزير الخارجية الفيصل في تحرك مصر هو اذا ما وقع الضرر المائي بسبب سد النهضة تصور انه كما حتحدست من قبل مصر لديها ومؤسستها السيناريوهات المختلفة للتعامل مع هذه القضية حماية للامن المائي المصري وحماية لمخدرات الشعب المصري والفايصل في كل ذلك هو وقوع الضرر اذا ما وقع الضرر فهذا ما سوف نتصدى له بكل ما لدينا من عناصر في المقام الاول سياسية نحن نعتبر ان هذا الاخفاق الذي تم وهذا الموقف الذي اتخذته اثيوبيا في هذه المفاوضات هو امر يبرر ان يطلع المجتمع الدولي الان بمسؤوليته نظرا لما يتعرض له السودان من مخاطر جمع تؤثر على حياة 20 مليون مواطن وايضا اي ضرر قد يقع على مصر اتصالا بهذا الامر هو ده الفرق بقى بين ردح المساطب بتاع الاعلام والعصبية وقلة الخبرة بتاعت العوامة امثلنا وبين الخبرة والحنكة الدبلوماسية شايفين الراجل هادي ووقور وواسق من نفسه ازاي وهو بيقول الفايصل في تحرك مصر هو وقوع الضرر الله عليك يا بحر المفهومية يا نهر الزكاوة وبصرف النظر انه شايف ان مصر دلوقتي هتتحرك لما يحصل بقى الضرر ومالكا لم تسحف على ركابها الست سنين اللي فاتوا ومفاوضات على حاجات اتمضت وتوافق عليها خلاص ما سوى حضرتك يعني حكاية الفايصل هو وقوع الضرر دي يعني ايه يعني لو اسمال على مقمك كده سيادتك حطت صانية بطاطس في الفرن بقى لك ست ساعات والمدام عمالة تقولك ام يا سام حطفة عليها قبل ما تتحرق تقوم ايلاها الفايصل في وقوع الضرر تتحرق الصينية باللي فيها الاول واشوف الضرر بعيني وشم بمناخيري والمطبخ كله يولع وبعد كده تحرك احنا عندنا مسؤولين عندهم حس تفاوضي عالي اوه اخوان الراجل مستني المال والاخير يخلص والخزان يشوفه متروس كده ويملى العين وبعد كده ان شاء الله هنتحرك لا داعي للخلق لا وايه بيأكد ان التحرك هيكون سياسي فقط مفيش حاجة عسكرية خالص لميسي الحديدي مش بكرر جملة مش قد الشيلة اللي قلتها لمرسي عشان احنا قد الشيلة واكتر عرفتوا بقى ليه انا مش بكرر جملة مش قد الشيلة متشلهاش جملة دي انا قلتها لمرسي في حادث قطار البدرشين مش بكررها لاننا ببساطة قد الشيلة واكتر والحقيقة ما كنتش عايزة اتكلم في الموضوع ده لكن الشيء بشيء يذكر يعني انا كنت بقى لنا فترة الاخوان والجزيرة شغالين بقى على نفس الجملة انتي قلت في البدرشين مش قد الشيلة يا مرسي ما قررتيش الجملة دي تاني في حادث قطاري سوهاج والحقيقة لا طبعا ما قررهاش تاني في فرق كبير جدا القصة هنا مش قصة مقارنة حادثة بحادثة القصة هي مقارنة حالة بحالة مصر 2012-2013 ومصر 2021 وانا راضي احكمكو حكم الناس كلها لا 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 انا بقى اللي بقولك مش قد اللعبة بالبيضة والحجر ما تلعبيش طب كنت تسألي عمر يعرفك ازاي طالوازي المسألة بدل ما تطلعت هرتلي كده بص حاجة لميس يعني هو بالنسبة لانك بتقرني حالنا دلوقتي بحالة مصر في 2013 وراضي بحكم الناس فمبدئيا ده حكم الناس لما سياتك نزلت من العربية مرة واحدة والتحمتي بصفوف الشعب الراضي المحب العاشق ده وده كان ردي فعلهم اول ما شافوا خلقتك الكريمة وجها لوجه كان ممثلة للنظام اللي قد الشلة واكتر ده بس مسح زور كده عشان تعرفي ان ما فيش حاجة تغيرت كل ما هنالك ان كنت محمية بالدبابة ومزقوقة زي جزيباء الشلة على الراجل وبتتحكوا علينا بمناخ ديمقراطي وهو كان راجل ابن حلال وطيب وانتو عاملين قسود عليه وكان بيسمع شتمته والترياء عليه بودنه وما كانش بيعمل حاجة ولا بيوقف برنامج ولا بيقف القناة والعكس بقى حصل معاك انت شخصيا ومن مين من اللي بتلحاسي بيدته لما خرجتي مرة واحدة عن الخط التطبيل المسموح هناك غياب للسياسة وانا حقول الكلام ده بقى والأجر على الله طلقت بكرة ما طلقتش بكرة شالوني على الهوى يعني انا حقول الكلام اللي لازم اقوله وانسان فورول زي ما بيقول هناك غياب وتغييب للسياسة لا توجد سياسة في مصر احنا عملنا السياسة باحتقار واعتبرنا انه اي حد بيشتغل في العمل السياسي هو ايما عميل يجب الهجوم عليه يجب انتقاده بشدة لا يوجد وزير سياسي لا يوجد رئيس وزراء سياسي لا يوجد مستشارين سياسيين للرئيس والرئيس يجب ان تكون حوله مجموعة استشارية سياسية في العالم كله كده فاكراها دي يا لميس دي كانت اخر حالة اليكي واللي انت بتطبيليله لبسك البيجاما سنتين بعدها هو ده الفرق باقي يا لميس مفيش حاجة تغيرت هنا ناس ماتت وهناك ناس ماتت الفرق فيك انت واللي زيك في النط على الكوارث والمتجرة بدم الناس ايام مرسي نفس الدم في نفس المرفق سال برضو والناس برضو ماتت لكن طلعتي تبرري وتدفي عن الرئيس والوزير ورئيس الوزراء الفرق في الحالتين مش الزمن ولا الحاكم ولا الزرف يا لميس الفرق في البيادة يا ماما الفرق في الضمير ومصطرة اخلاقك المعواجة المعضعضة الفرق ان موت الناس ايام مرسي كان فرصة للمتجرب دمهم في حربكم على اول تجربة ديمقراطية وموت الناس في ايام السيسي ولا ليهم دية ولا تمن انتو لزيكو ابتلاء لا اي بلد نفسها تبقى محترمة وحسابكو عسير اولميس وزير التعليم 80% من المواطنين يعتمدون فكرة السعي للنجاح فقط دون تحصيل العلبي مواطنين متعبين يا اخي طلعوا ونشأوا وتعلموا في دولة مناخها التعليمي عادل ومنظومتها التعليمية رقية ومدارسها مستواها عالي وخصوصا الحكومية وميزانية التعليم والبحث العلمي عندهم مفضلة عن ميزانية الشرطة والجيش والاعلام في كل العصور ومع كل الرؤسة ومع ذلك برضو كانوا بيهتموا بالحفظ والتلقين والسعي للدرجات والنجاح وخلاص وماهتموش بالتحصيل العلمي يا عم وحد الله ده البلد كلها بتضار من ناس لجابوا مجميع ولا حصلوا تحصيل علمي كله بالفهلاوة والعلم في الرأس مش في الكراس ده تلاقيك انت نفسك كنت بتذكر وتوع التحفظ عشان يدوه بتنجح تذكر يا اخ يعمل ايه التعليم في وطن ضايع انتوا بتحسبوا الناس على سياساتكم انتوا التعليمية الفشلة هي كليات القمة طب ولا هندسة ولا صيدالة وغيرها تنسقهم لحد دلوقتي بالتحصيل العلمي ولا بالكيلو جبت كم درجة يا ابني ما تغيروها انتوا وخلوا الالتحاق بكليات حسب التحصيل العلمي مش الدرجات وبعدين بقوا حسبوا الناس خالد الجندي موكب المميوات رسالة لدول العالم الغنية ولا مال الدنيا يستطيع شراء المجد والحضارة الحدث بالامس ده رسالة لكل من لديه مال هناك امور لا تشترى بالمال دول كثيرة لديها اموال طائلة انما هل يستطيعون شراء هذا الفخر وهذا المجد وهذه الحضارة التي نتمتع بها والله ولا مال الدنيا يستطيع شراء حجر واحد من احجار الهرم ولا مال الدنيا فنحن اغنى الناس انت اغنى الناس ايها المصري أنت أغنى الناس بفضل الله أولا ثم بفضل حضارة أبائك وأجدادك وتاريخك ساريا ارفع رأسك يا أخي المؤمن فقد مضى عهد الاستعباط أيها المصري أنت أغنى الناس الشيخ خالد ما أكد لي وأنا بسق فيه أقيموا الأفراح وأعلنوا الاحتفالات بقيت غاني يا مصري أغنى من كل دول العالم وبيحسدوك كمان على سروتك أمن نفسك كده بقى وقرى المعاوزتين من عين السويد وهولندا ومن عين ألمانيا وفرنسا ومن عين كل دولة ما تعرفش تشتري حجر من الأهرامات اللي انت بتعدي عليها وانت رايح ميدان الرماية راجل مبالغ فيه بشكل مش طبيعي والله ده بيتكيف لما بيتهزأ يعني شيخنا دول العالم الغنية مش هتعرف رغم فلوسها تشتري حجر من الهرم آه بس بيشتروا الأسار اللي بيهربها سيادك عادي وبيحطوها في المتاحف وبيستثمروا فيها وبيكسبوا منها كمان ومش هيشتروا حجر من الهرم أي لأن إيه الهبل ده زمان قررت تشتري المستقبل لشعوبها في صحة وتعليم وفرص عمل في عدالة وحرية وزراعة وصناعة الإنسان عندهم وحتى الحيوان غليين وليهم تمن وما فيش حد فيه بسفيه لدرجة إن شيخ دانيماركي ولا نرويجي يشوف شعبه جعان ومظلوم ومتهان فيقوم وطلع لهم جسدين ثلاثة من الفايكينج ويزفهم له في عربيات ويقول له مبروك يا أخي المواطن النرويجي الجعان انت بقيت غني شريف مونير بعد إجراء عملية الفتاء فعلا تحيا مصر هو بعد ألف سلامة ودعواتنا ربنا يتم شفاك يا سادة الفريق دانيال وطالما الموضوع بقى فيه فتاء يبقى عشان خاطر صحتك بلاش حزق كتير الفترة اللي جاي على الأقل لما تخلص فترة النقاه وخصوصا الحزق الوطني اللي في خلفيته عالم مصر ده اللي بتحرق به الجن اللي لابس أعداء الوطن أصلا محدش عارف المرة دي فتاء ممكن المرة الجاية لقدر الله تبقى بواسير والموضوع يخرج عن السيطرة بس أنا الحقيقة استقفتني جملة فعلا تحيا مصر انت على فراش المرض كمان مش قادر ما تطبلش وهي مصر دي ما ينفعش تحيا كمان في مستشفى الديمرداش ولا القصر العيني ولا بوريش لازم تحيا في المستشفى الجوي بس وبعدين ده دكتور عادي عملها لك مش رمسيسي التاني يعني ولا انت قابلت أخنتون في الغيبوبة ولا العملية تكلفة طلعت من صندوق تحيا مصر الناس تقول الحمد لله قدر الله وما شاء الله فعل وانت قيم تطبل على غير الرئكر زي حواس المتحف الكبير اتكلف مليار ومتين ألف دولار ولو قعدنا خمسمائة سنة مش هنجيب تمانون أنا شخصيا ما كنتش هتمنى يتباني المتحف الكبير ده انتعافي تكلفة دي لحد دلوقتي بليار ومتين ألف دولار يعني لو قعدت خمسمائة سنة مش هجيب تماني المتحف ده أنا كان نفسي يتعامل المتحف صغير في المكان ده لتطعب خقابون بس والمتحف تعالين نطوره لكن طبعا المتحف الكبير لازال له برضو بريق والعالم كله بينتظره يعني افتتاح المتحف الكبير لن يقل عظمة عن دخول المميوات إلى المتحف الحضارة أصدق ايه جدع بكلامك الماسخ ده هو الراجل يروق عليك ويطلقك علينا في كل الخنوات لدرجة لما كنا بنفتح البتجاز في يومين الموكب دول كنا بنلاقيك في الفرن عشان تلمعه وتديله بريستيجه وإنه أحيا الحضارة والتراث ونشط السياحة تقوم ما هلفط بالكلام ده وبعدين ايه المشكلة في مليار دولار في متحف يعني ده تاريخ مصر جدع اعتبره ترعة حفرت لرفع الروح المعنوية نرفع المعنويات والشعب يحس بالفخر والاعتزاز كرا فهترتفع معها أوتوماتيك مستوى التعليم والصحة والزراعة والصناعة لوحدهم من غير ما نحتاج للفلوس أصلا ثم ايه يعني الأزمة في 500 سنة؟ نستنهوا الراجل قال صبروا علي سنتين وحسبون ما جراش حاجة نستنى معا 500 سنة كمان والمتحف لو ما جابش تمنه اهوا الميدان موجود هم صايح حطوا فيه خزوق آه بس موجود ما تديش سرك لزيه حواست أنا رايس بعد إذنك عشان بيطرتش بكلام ملوش لازمة وشوح بيده كرة اللي هو مش عاجبه يعني عمرق ديب في حاجة قلقاني كل الدول اللي بتكرهنا بتشجعنا وبتجرنا إننا نحارب يعني أنت قواتك موجودة بتلوح أنا موجودة هو لو فيه أي حاجة ده كأنك حاربت بالزبط يعني في وقت ليبيا لما كنت موجودة على الحدوث كأنك حاربت كأنك ما هو مش كل الناس بيجيب السلاح عشان تستخدمه هو ليه استخدام آخر غير إن انت تضربه والطياره في الهوى طبع حالكم فهمتوا نحاول إيه وحتبتدوا دلوقتي تتزعله وتتنرفزه الكلام كله عن وأنا عبقى صريح وواضح وبتكلم يعني بشكل مفتوح الكلام عن حرب مع أسيوبيا قلقني فيه حاجة غريبة جدا مش هتصدقوها إن كل الناس اللي بتكرهنا كل الناس لا أستثني منهم أحد كلهم رأيهم إن احنا لازم نحارب كلهم خش بص شوف وهناك ابتزاز عسكري انت مش تحاربوا ليه ما توردين بقى ولا هو كلام ولا هو هزك تاف هو مصر يا همار انت بتشتري السلاح ليه والآن مع الفقرة المعتادة للبيضة والحجر مع إنه والله نصيحة العمرة أديب بعد كده يوفر على نفسه المجهود اللي بتبزيله حنجرته ويطلع على الاسكريبت اللي مبعوت له ويحطه قدام الكاميرا ويشرب ينسونه ونقرها إحنا وخلاص وبصرف النظر عن إن أي حرب لها أضرارها الاقتصادية وبصرف النظر أساساً عن إن الواحد مش متخيل حرب بقيادة السيسي لأنها تبقى حرب هزق قوي يعني لقائد صوره مع الخيار والطماطم من إنتاج مزارع جيشه ويقدر يلوم عليه دولة لو أمنها ووجودها نفسه في خطر كن إن انت بقى نظام صايص ومايع ولابس في حيط وفاشل في التفاوض لأنك فعلاً حرقت كل كروتك ودبست شعبك بحاله بفشلك وجايد الوقت تطلق علينا عوالمك يقولوننا إن الأعداء هم اللي بيجرون لحرب وجود وحفاظ على شريان حياتك والصديق والشقيق مثلاً هو اللي بيقولك وحد الله اهدى كده وموت من العطش وانت ساكت وبعدين عمر هو مين العدو أساساً إسرائيل صديقة وتركيا وقطر خلاصت صالحته معاهم وباقي دول العالم بتشحتكوا فلوس ثم إن مين دول الأعداء اللي بيجرواك لحرب انتو هزولونا لليه جدعان مش أنتو اللي وجعين دماغنا بمناوراتكم مع السودان وغل شوية فيديوهات لنصور الجو وحوش البحر وقصود البر ده أنتو ما خلتوش مؤيد واحد إن لو أرجازم الوطنية نائح عليه وبيقول له وفروماسيسي ده أنتو اللي جان الإلكترونية اللي أنتو بنفسكم سرحينها عمالت دوق طبول المعركة كل دول إخوان وأعداء للوطن ده أنت سيدك نفسه شخ للصاجات الحرب من أسبوع كان بيجرجر هو كمان طب أقول لك أنا بقى مين الإخوان العميل اللي هل للحرب في ليبيا قبل كده وكان عاوز يجرجر الرئيس لأ والنكتة بقى بيقول لك إن السلاح مش هدفه إنك تضرب وتحارب بيه مالهو إيه استخداماته التانية بتهرش بيضاهرك مثلا هتطلعوا بالمدرعات وتشغلوها بالنفر خط الطلبية جيزة والرفال تزفوا بيها العرائس في قاعد أفراح الدفاع الجوي اختصر يا عمرو قل رمضان على الأبوال والجيش الثالث عالميا والأول في أفريقيا في صفقات السلاح هيبقى مشغول في القطايف والكنافة وبعدها كحك العيد الحكومة المصرية تطالب المواطنين في الخارج بنشر فيديو يدعم حقوق البلاد في نهر النيلة شايفين الصياعة الحكومة بصنعة لطافة بتنقل مسئولية إدارة المصيبة اللي السيسي وقعنا فيها على المواطنين واقعوا لو أسيوبيا فضلت ركبة دماغها ومصممة يبقى الشعب هو اللي فشل في مدع أسيوبيا ويستاهل يشرب من البحر طب معلش يعني يا سات الحكومة ممكن نفهم الفيديوهات اللي هيعملها مصريين دي موجهة لمين يعني يعني عشمنين أسارها يكون ايه بالزبط وش معنى المصريين اللي في الخارج يعني بتلهوا المصريين اللي بره عشان ما هماش تحت سيطرتكم عشان بدل ما يحسبوكوا على تأثيركوا في الملف ده يحسوا ان هم اللي مقصرين عشان ما أخدوش كورسات عشان يتعلموا ازاي يعملوا فيديوهات فضيعوا النيل فيما عادة زالك ما قول اللي شيء في مصر على وضعه أنا عاجبك أوح ور الموميوات ده ومجيش في دماغك طب ما أنا كمان ميت ووحيات رمسيس أنا ما بغيس بس ما يتفيك ووحيات المسلة أنا ما بتسل احنا مش مصريين انا فرعون بكلمك يعني انا دلوقتي فرعوني مش مصري والله العظيم والله من ايه من فرعنا؟ انا من عائلة رمسيس الاول من عائلة رمسيس الاول انت اسمك ايه؟ انا اسمي حاسمس ايه؟ انا من عائلة رمسيس الاول للمزيد من الطاقة الايجابية المحفزة على الهجرة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم اشعار بالحلقات الجديدة ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الايجابية دي من خلال اللايك والشير اقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اشتركوا في القناة